أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناتنا الإخبارية الحياة ندعوكم للاشتراك وتفعيل الجرس وليك للفيديو ليصلكم الجديد والحصري علمت موزايك أن قاضي التحقيق العسكري أصدر قرار ختم البحث بخصوص القضية المتهم فيها كل من الصحف عامر عياد والنائب المجمد عبدالطيف العلوي والمتعلقة بتصريحات أدلي بها في حصة الفزية على قناة الزيتونة حيث تقرر إحالتهما على الحالة التي هما عليها على أنظار الدائرة الجناحية لمحاكمتهما من أجل ما نسب إليهما من أفعال وبصدور قرار ختم البحث وجه قاضي التحقيق العسكري إلى العلوي وعيات تهما تعلقت بارتكاب فعل موحش في حق رئيس الجمهورية ونسبة أمور غير صحيحة إلى موظف عمومي دون تقديم ما يثبت صحتها والمس من معنويات الجيش الوطني وينتظر أن يتم تحديد موعد جلسة المحاكمة خلال الفترة القريبة القادمة ندعوكم لترك تفاعلاتكم وتعليقاتكم وإلى اللقاء